مرحب بك زميل العزيز زميل إيشام كل التحليك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الأهلي أهلا بك كريم عايزين نعرف من خلالك بقى كل التفاصيل والكواليس اللي بتتعلق بأول مران للنادي الأهلي في إطار استعدادات مستمرة وأهمة جداً للمرحلة المقبلة بتحديد مبرات السوبر يعني نقدر نقول بقى من جديد بتعود التدريبات والاستعدادات ولعيب النادي الأهلي للمرحلة القادمة الهامة جداً طبعاً يعني الأقويل الأيام الماضية للسوبر هال مبرات فيوتشر مبرات بيرامز تؤجل خلاص تم الحسم تماماً وتم تحديد بالفعل مبرات السوبر 22 إن شاء الله في قطر يا رب إن شاء الله كل التوفيق لنادي الأهلي يدخل هذه البطولة بمعنوات كبيرة وتركيز أكبر إن شاء الله وبإذن الله كعادة النادي الأهلي بخبراته الكبيرة نقدر أن نحصل على هذه البطولة بالجهد الكبير المعروف عن كل لعيب النادي الأهلي يمكن طبعاً نهارده بيتسو مسماني في أولى للتدريبات بعد عشرة أيام مراحق تمع طبعاً بكل اللعبين قبل انطلاق المرانوة في الملعب الراجل طبعاً بيأكد على المرحلة بيأكد على أهمية المباريات القادمة وتحديدها ومبارات السوبر يمكن كان في ذهن اللعبين نحن لسه عندنا فترة مبارات في بطولة الدور العام ويتم تحديدها للسوبر ومنها الكأس العالم لكن خلاص الأمر ده اتحسن بشكل كبير جداً فمحتاجة تحفيز محتاجة جلسات مستمرة من الجهاز الفني لكل اللعبين عندنا أنت عارف زميل أمير عدد كبير من النقصان طبعاً في اللعب النادي الأهلي لكن نهارده استعانى بعدد من اللعبين الشباب لسد طبعاً الفجوة طبعاً خاصة بالعدل لأن انت عارف بيكون في التدريبات طبعاً الكرة بالتحديد بيكون محتاجة عدد كبير للعبين فالنهارده يمكن متواجد ثلاثي من النشئين ميدو حسام ومحمد أحمد ومصطفى فوزي متواجدين طبعاً مع فريق النادي الأهلي في التدريبات لكن يعني نقدر نقول أن أول تدريب الفقر النادي الأهلي واضح فيه تركيز لكل اللعبة وواضح أن الكل طبعاً مركز على المرحلة ومركز على أهمية المباراة القادمة وهي مباراة الرجاء لليه حسابات فنية كبيرة جداً للعبين والجهاز الفني مجلس إدارة الجمهور الكل الحقيقة إن شاء الله بإذن الله يكتهد بشكل كبير والتكاتف مهم جداً خلال المرحلة القادمة منعيز أطمنك بشكل سريع زميلة أمير طبعاً على الإصابات ويمكن ده طبعاً الأمور المهمة جداً اللي احنا بنحاول نطمن بها جمهورنا من خلالكم من خلال شاشة القناة النادي الأهلي الحقيقة حسام حسن نهاردة يعني في بوشرة خير النهاردة متواجد في جزء من التدريبات يرجع تدريج إن شاء الله حسام حسن أدى الفترة للفاتت الحقيقة كان شغال على نفسه بشكل كبير جداً والحقيقة كل الشكر للجهاز الطبي بالكامل على التوفير الجهد الكبير وعلى حسام كمان والتزامه الكبير جداً والسرار أنه يستغل الفترة الماضية في التأهيل وبعض التدريبات الجنبية على أن يكون النهاردة متواجد في أولى تدريبات بس بشكل جزء أنت عارف زميلة أمير النهاردة ما كانش فيه احتكاكات لها أو تدريبات كرة خفيفة على قد ما كانت كلها تدريبات مربعات طبعاً وجاري خفيفة الملعب لكن فيه إشارة مهمة جداً أن يمكن استعابه للبرنامج التأهيلي مهم جداً إن شاء الله يخود التدريبات القادمة تدريجياً حتى يصل إلى الفورمة الكاملة صلاح محسن أيضاً بيؤدي للتدريبات التأهيلية لكن نقدر نقول يعني صلاح ممكن في خلال أسبوع إن شاء الله وفي خلال خمس أيام يشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية عودة النهاردة كمان ميكي سوني طبعاً اللي كان فيه فترة أجازة ومرحم متواجد النهاردة فيه التدريبات لكن أليو ديانج الحية كنا متوقعين أنه نحن يكون متواجد للنهاردة طبعاً لكن من تصريحات الكابتن سعيد عبدالحفيز غداً إن شاء الله هيكون أليو ديانج متواجد الكل العيبة طبعاً أو المجموعة المتواجدة معنا زميل أمير متواجدة فيه التدريبات الكل النهاردة حضر كهرباء كمان كان متواجد الكل بيكتهد بقى الفترة الجاية والكل لابد يكون فيه اكتهاد كبير لأن المباراة القادمة مباراة الرجاء لها حسابات كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي وأيضا كمان فيه اتجاه كبير للجهاز الفني بخاذف بيتسو موسماني أن يكون فيه بدري شوية في قطر يعني متعرف طبعا عن زميلي أمير المباراة 22 الأهلي بيروح قبلها بأربعة أو خمس أيام على حسب طبعا الفقاعة المحددة لكن من الواضح أن فيه ترتيبات أن النادي الأهلي يسبق هذه الأيام بثلاثة أو أربع أيام كمان ليكون فيه استفادة بشكل كبير جدا من الحالة المتواجدة وأيضا كمان عقب انتهاء كأس طبعا العرب ينضم لعبيا النادي الأهلي مباشرة إلى معسكر الفريق اللي هيبدأ باحتمال يوم 14 أو 15 من الشهر الجاري اسمح لي أسألك هل ده معناه أن كده خلاص ما فيش معسكر في الإمارات ولا لسه لم يتم اتخاذ القرار بعد لا نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا طبعا تم إلغاء معسكر الخاصة بها الإمارات والاتجاه ممكن يكون فيه فترة أيام شوية في قطر يعني نسبة المباراة طبعا بعدد من الأيام كعدتها لكن لاتجاه أن يكون فيه 3 أو 4 أيام أخرين طبعا ليه النادي الأهلي اللي استفادة بشكل كبير جدا ويبقى فيه حالة تركيز كبيرة من كل اللعبين كل العيبة المتواجدة طبعا من الوارد أنها تشارك لأنها يا رب إن شاء الله يحفظ على علامتنا في المنتخب مش عايزين بس أي حد يكون فيه أي إصابات ممكن كلنا إلينا على حمد فتح بشكل كبير فالراجل بيحاول أهل كل العيبة المتواجدة للاستعانة بيهم لكن إن شاء الله لعبتنا تنهي لتحديد العيبة النادي الأهلي تنهي كأس العرب بكل قوة إن شاء الله وربنا يحفظ على العيبة النادي الأهلي لكن واضح من الاتجاه ومن التنسيق الخاص برئاسة كابتن محمود الخطيب طبعا ومجلس الإدارة بالكامل والكابتن سيد عبد الحفيز الآن الاتجاه إن شاء الله سيكون فيه أيام قبل السفر إلى قطر يتكون فيه مساحة شوية للعبين ومنها إن شاء الله بإذن الله يكون لعبتنا في قمة تركزة ويوم 22 نقدر إن شاء الله بجدية اللعبين وبجمهور النادي الأهلي اللي هيزين إن شاء الله قطر بشكل كبير جدا يكون متواجد ودافع كبير جدا لنادي الأهلي إن شاء الله إن نحن نرفع هذا الكأس في قطر طيب أخيرا يا كريم هل فيه اتجاه أن يكون فيه أي مبارات وداية بالنسبة للفريق خلال الفترة الحالية قبل السفر لقطر ولا لسه برضو الاتجاه طبعا زميل أمير كان فيه مباراتين لكن مع ضغط المعاد طبعا تعرف مباراتين أما كان المعاد محدد 24 لكن نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا سيكون فيه مبارات وداية وحيدة قبل التوجه إلى الدوحة لكن لم يتم تحديدها طبعا حتى الآن لكن يعني من المتوقع من خلال أخبارنا ممكن تكون الأربع أو الخميس على أقصى تقدير لسه طبعا الطرف المتواجد لكن الفرق اللي بتجننا تساعدنا بشكل كبير مش عايزين تيجي فرقة يكون فيه احتكاكات كبيرة طبعا لكن إن شاء الله بإذن الله يكون اختيار جيد من الكابتن سعد عبد الحفيز فيه الفريق اللي ساعد النادي الأهلي في الاستعداد لمبارات الرجاء القادمة إن شاء الله يا كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي اللي كان معانا على الهواء مباشرة من سيد مختار تتشوف الحقيقة